اشتركوا في القناة القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم للدولة الشقيقة المزيدة من التقدم والاستقرار وخلال اللقاء هنأ فخامة الرئيس السوداني سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة بمناسبة منح سموه وسام الاستحاق الرئاسي من الدرجة الممتازة في المسؤولية الاجتماعية ولقب سفير دولي للمسؤولية الاجتماعية مؤكدا بأنه تكريم مستحق لسموه نظير مبادراته السامية في العمل الخيري والإنساني والاجتماعي وقد أعرب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة عن الاعتزاز بهذا التكريم مؤكدا سموه بأنه يقود نحو المزيد من البذل والعطاء في سبيل خدمة المجتمع والأمة وتكريس روح التطوع في المجتمعات العربية وفي احتفال كبير في العاصمة السودانية الخرطوم تم تكريم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة ومنح سموه وسام الاستحاق الرئاسي من الدرجة الممتازة في المسؤولية الاجتماعية من قبل معالي سيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية والذي حذر الاحتفال نيابة عن الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة كما تم منح سموه لقب سفير دولي للمسؤولية الاجتماعية وبهذه المناسبة فقد صرح سموه قائلا إنه من دواعي الاعتزاز أن نالى هذا التكريم وهذا الوسام نظير المبادرات التي نتبناها في مجال الأعمال التطوعية والخدمة المجتمعية والخيرية والإنسانية السامية ولقد سعدنا بالمشاركة في ملتقى السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية فالحمد لله والشكر له سبحانه وتعالى أن جمعنا على أرض عربية عريقة لنتفق فيها معا على المساهمة في تحقيق أهداف ومبادرات إنسانية ومجتمعية سامية في معانيها وأهدافها وقال سموه إن برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية أصبحت ممارسة حضارية للمجتمع وخاصة بعد اعتماد المواصفة العالمية للمسؤولية الاجتماعية من قبل منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة هذا وقد أشاد سموه بجهود برنامج السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية التابعة للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وليضم نخبة متميزة من الشخصيات الرفيعة المستوى من الدول العربية ممن قبلوا بمهمة أن يكونوا شخصيات معطاء حبا لأوطانهم ومساهمة في دعم إنسانية هذا العالم جهود ومبادرات إنسانية كانت العاصمة السودانية الخرطوم خير شاهد عليها حيث حصل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية البحرين لرعاية الوالدين على وسام الاستحقاق الرئاسي من الدرجة الممتازة في المسؤولية الاجتماعية من قبل فخامة المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق وذلك تقديرا لدور سموه البارز في مجال العمل الخيري والتطوعي الإنساني لا شك أن هذا شرف كبير للشبكة الإقليمية المسؤولية الاجتماعية بانضمام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة كسفير دولي ولا شك أن السفراء الدوليين لهم مهام كثيرة وسمو الشيخ خليفة قدم الكثير في مجال المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري وهذا وسام على صدر جميع الناس الذين يعملون في هذا المجال ونتمنى له دوام التوفيق إن شاء الله في المبادرات الكثيرة القادمة في هذا المجال كان سمو الشيخ خليفة بن علي وضع نصب عينيه أهمية بر الوالدين فأطلق في العام 2008 جائزة سموه للإبن البار والإبنة البارة ثم تحولت الجائزة في العام 2012 إلى مشروع البر ليشمل إلى جانب بر الوالدين بر الوطن إضافة لجائزة الوفاء لأهل العطاء التي تستهدف من كرسوا جهودهم لخدمة المسنين ومبادرة سموه الاجتماعية لترميم البيوت ومساعدة الأسر المحتاجة سعدنا جدا بتواجد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة بن سلمان على الخليفة حفظه الله ولعل حصوله على هذه الشهادة التقديرية تكريمية دليل على أن البحرين برجالاتها وأفرادها قادرة على النمو بالتنمية الاجتماعية وتنمية القادرة على تحقيق النمو المتكامل للفرد البحريني سموه حفظه الله يستاهل كل خير والحقيقة أن تواجده اليوم شرف كبير بالشعب البحريني المتواجد في السودان والآن نحن جميعا سعداء بإذن هذا التكريم وسيظل سموه الكريم مبراسا طيبا وطريقا لكافة العاملين في الحقل الاجتماعي والإنساني في مربكة البحرين وفي الوطن العربي بأشمله كان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أكبر الأثر في شخصية حفيده سمو الشيخ خليفة بن علي الذي استلهم ثقافة غرس المفاهيم النبيلة ونشر قيم ومعاني الإحسان من جده صاحب السمو الرئيس فتوقدت في سموه المبادرات الخيرة الكثيرة التي كان لها الأثر الملموس والجميل في المجتمع لم يغفل العالم عن إنجازات البحرين الإنسانية ودورها البناء في خدمة جميع الدول الشقيقة والصديقة وما هذا التكريم إلا دليلا راسخا على تقدير العالم لهذه الجهود الاستثنائية عمار العماري لمركز أخبار تلفزيون البحرين السودان ترجمة نانسي قنقر